السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله في الفيديو هنحضر مع بعض فطائر او معجنات خفيفة جدا وهشة وقطنية وكمان تمفع بديل للعيش الفينو هنعمل منها محشية وهنعمل كمان منها سادة كده ممكن تفتحيها زي العيش الفينو وتحطي كده فيها اي حشوة تعجبك طحفة جدا وكمان مقدرها اقتصادية وموجودة ان شاء الله في كل بيت تبعي بقى معيا الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبك وتستفدي منه ما تنسيش كمان لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد وفي البداية كده هنسمي اللي وهنجيب بولة هضيف فيها كباية من الميا ميا عادية كده من الحنفية هضيف عليها كيس من الخميرة او معلقة كبيرة ضفت كمان عليهم خمس معالق كبار من السكر وهدوب كده الخميرة مع الميا مع السكر كويس جدا وبكده كمان احنا بنختبر الخميرة لو لقناها كده عملت رغاوي بتكون كده الخميرة معانا شغالة كويس وبعدين هبدأ انزل بكباية من اللبن او الحليب نزلت كمان عليهم بربع كباية من الزيت لو هتعيريهم كمان بالمعلقة هيكونوا 6 معالق كبار من الزيت تقلبتهم كويس جدا وبعدين هبدأ انزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل الخل بيبقى حلو جدا في الكيكات او المعجنات بيخليها هشة جدا وكمان بيخليها لونها فاتح قلبتوا كويس جدا بعدين هجيب كيلو من الدقيق هضيف عليه معلقة صغيرة من الملح وهقلبهم كويس جدا بعدين بقى هبدأ أضيف عليهم المكونات اللي أنا عملتها كده أو اللي أنا جهزتها كده في البولة أو السوائل كده اللي إحنا جهزناها دفتها كده كلها على الدقيق ومعي هنا كوباية مياه كنت شايلها كده في الأول على جم هبدأ أنزل بيها على الدقيق كده بالتدريق يعني زي ما شايفين كده أنا استخدمت النهاردة 3 كوبايات من السوائل كوبايتين مياه وكوباية من اللبن بس هنزل كده بالكوباية الثالثة بالتدريق يعني ممكن كده العجينة تاخدها كلها وممكن ما تاخدهاش فبنزل كده بالتدريج واحدة واحدة زي ما شايفين لحد ما تبدأ كده تتشكل معنا العجينة أو تبدأ كده تلم معنا بننزل كده واحدة واحدة وبنعجن طبعا أهم حاجة كده في الفطاير دي أو المعجنات إن احنا نعجنها كويس جدا دي بتفرق جدا طبعا بعد التسوية هبدأ بقى عجنها كويس جدا زي ما شايفين ولما تبدأ تتلم معنا كده العجينة هبدأ أخدها كده وحطها على الرخيمة الرخيمة طبعا نضيفة وغسلينها كده بخل الأول مسحتها كده بخل وهبدأ بقى أعجن عليها زي ما شايفين كده والكوباية الثالثة زي ما شايفين كده أخدتها كده كلها بس إلا ربعها باخد كده منها كده شوية بشوية وبعجن بنلاقي كده العجينة في الوقت ده بتبقى نعمة وهو ده كده المطلوب عشان تطلع معنا الفطير ومعجنات طرية جدا في الآخر بقى هبدأ أضيف معلقتين كبار من الزبدة أو مكعبين كده من الزبدة بدرجة حرارة طبعا المطبخ يعني طرية وبنعجنها كده مع العجينة بنلاقي العجينة في الوقت ده بتتقطع كده بس عادي بنكمل عجن بنلاقيها بعدين بتلم مع العجن طبعا لحد ما العجينة معاك كده تبقى نعمة وزي ما شايفين كده ما استعجلناش على العجينة ومجرد ما لمت خلاص بناها لأ قعدنا نعجن كده فيها شوية حلوين لحد ما تبقى كده العجينة معانا نعمة ما فيهش أي تشققات بتبقى كده العجينة مظبوطة وبتطلع معانا الفطاير طحفة شايفين كده العجينة نعمة جدا إزاي كده العجينة إن شاء الله تطلع طحفة جدا أو الفطاير حطيت كده شوية زيت في إيدي بدأت كده ألم بهم العجينة وكمان في البولة وهسيبها بقى تخمر كده لمدة نص ساعة أو حسب طبعا ما يضعف حجمها أنا غطيتها كده وسبتها شوية وكمان أنا ما سبتهاش كتير عشان برضو هسيبها تخمر بعد التشكيل وجبت صاج أو صانية دهناب شوية صغارين كده من الزيت العلبة دي كمان فيها عجوة أنا عامليها في البيت بستخدمها بقى في الفطاير أو المعجنات دي طحفة جدا طريقتها كمان موجودة في القناة لو حابين تشوفوها بدأت بقى أخد كده العجينة بدأت كده أخد قطعة وكنت عاملها الأول على الرخامة بس طبعا العجينة دي بتلزق وطرية جدا كمان الرخامة بشوية من الزيت وتشكلها كده عليها بدأت كده أخد قطعة من العجين وفرتها كده على شكل طولي شوية حطيت فيها العجوة وبعدين قفلتها كويس من تحت وعملت كده فيها فتحات زي ما شفنا كده بالسكينة أنا طبعا الأحسن بقى انحنا نقور كل الكمية أو نقرصها كده هتكون كمان معينا ارتحت شوية وبعدين نبدأ نشكلها ده كده أفضل بكتير هخلص بقى كده كل الكمية بنفس الطريقة بنحاول كده نخليهم كلهم يكونوا مقاس واحد زي ما شايفين كده العجينة بجد طرية وتحفة جدا ما شاء الله ده طبعا عشان احنا عجلناها كويس كده في الأول وباخد كده كل كورة بفردها على ايدي بشكل طولي كده بحط فيها العجوة وبعدين بلفها كأني برضو بعمل كده رغيف عيش فينه أهم حاجة كده تقفليها كويس كده جدا من تحت الجزء كده اللي احنا بنقفله هو كده اللي بنحطه في الصينية يكون كده من تحت هخلص بقى كده كل الكمية زي ما شايفين سهلة وبسيطة جدا وسريعة وعلى ايدي كده بكل بساطة وسهولة وطبعا الحشوة ممكن تغيريها ممكن تخليها جبنة بتبقى برضو حلوة جدا أو ممكن تعمليها بالشوكولاتة كمان انا هعمل جزء كده سادة وهسيبه زي العيش الفينو نقدر كده ان احنا بعد ما يستوي نحط فيه الحشوات اللي احنا عايزينها بعد ما يستوي طبعا يعني يكون كده بديل للعيش الفينو وبالعكس كمان احلى منه بكتير جربوها بجد بنفس الطريقة هتعجبكم جدا وهتنجح معاكم وبجد مقدرها سهلة جدا وبسيطة زي ما شفنا وكمان اقتصاديا وصفات المعجنات دي تفع كتير اوي للمدرسة وما تشتريش بقى العيش الفينو تاني لو جربتها بنفس الطريقة تفع كمان للفطار او العشا او في اي وقت طبعا طحفة جدا هعمل كمان شوية كده سادة زي ما قلنا كده هيبقى زي العيش الفينو برضو بفردها على ايدي كده بشكل طولي شوية وبالفها كده زي ما شايفين بشكل طولي كده كأننا بنعمل بالزبط عيش فينو اهم حاجة كده بتقفليه في الاخر كويس جدا وحجم الفطار دي او العيش ده طبعا في ايدك زي ما تحب تكبريه او تصغريه انا عاملها كده وسط يعني مش كبيرة اوي ومش صغيرة اوي لو صغرتيها طبعا الكمية هتكون معاك اكتر هخلص بقى كده كل الكمية اللي معايا وطبعا سبتها تخمر بقى زي ما قلت كده بعد التشكيل كمان بنسيبها تخمر بس بنغطيها كده بفوطة لحد ما تبقى معانا بالشكل ده طبعا الضعيف حجمها ما شاء الله في الاخر بقى كده بجيب شوية من اللبن بدهم بيها كده وش الفطاير عشان طبعا تاخد لون كده حلو معانا حطيت كمان شوية كده من السمسم او ممكن تديفي حبة البركة او تسيبيها سيدة كده زي ما تحبي وهنبدأ بقى ندخلها الفرن على فرن كده يكون سخن على درجة حرارة 200 او عالية على الرف الاوسط كده زي ما شايفين بنبدأ طبعا نخبز اول صانية بدأنا بيها او بدأنا بتشكلها على طول بقى كده لما تاخد معانا لون من تحت بنبدأ نشغل عليها الشوية تاخد لون حلو واول ما بتخرج معانا من الفرن لازم نغطيها بفوطة عشان تكون معاكي طرية زي ما شايفة كده انا طبعا غطيتها الاول بفوطة بدأت كده خرجها من الصانية زي ما شايفين هي بتلزق كده شوية صغيرين بس بتخرجيها كده بكل سهولة بيها طبعا تهدى الاول ما تخرجهاش كده من الصانية وهي لسه سخنة تحفة جدا بجد زي ما شايفين كده طرية جدا وخفيفة وبجد من احلى وصفات المعجنات او الفطير اللي ممكن تعمليها طعمها حلو جدا وكمان اللي هي سيدة زي ما قلت تقدري كده تفتحيها زي السندويتش كده حطيت كده شوية من النوتيلة النوتيلة دي كده انا عملها في البيت سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية قوي عملناها طبعا كتير في القناة وهنزل فيديو كمان ليها قريب كده من وصفات الفطار تقدري كده تعمليها في البيت بكل سهولة عملنا كده النهاردة فطير او معجنات او سندويتشات تنفع كتير جدا للمدرسة كبديل كده للعيش الفينو احلى بكتير وطعمها بجد تحفة خفيفة جدا وقطنية زي القطن كده بالزبط تعجبكم جدا بجد لو جربتوها بنفس الطريقة جربوا كده ولو في نص كيلو كده دقيق وان شاء الله هتنجح معاكم وهتطلع من احلى وصفات المعجنات اللي ممكن تعملوها تقدري كمان تحتفظ بيها في الفريزر بتحطيها كده في اكياس اول ما بتخرج كده من الفرن وتبرد وبتطلعيها على طول كأنها لسه طازة اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوا الطريقة ان شاء الله وتقولوا لي كده قد ايه كانت وصفة سهلة وبسيطة ونكحة ان شاء الله ما تنسوش بلايك للفيديو واشتركوا كمان في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد واستنوني فيديوهات جديدة ان شاء الله وصفات جديدة سهلة وبسيطة واسبكم في رعاية الله السلام عليكم